الشعوب الخليجية ستعيش في مدن مستدامة بتخطيط حضري وهناك مدن بمخططات في دول المجلس متقدمة الخطوات على المستوى الدولي الكلمة الأبرز في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي والعشرين الذي تترأسه سلطنة عمان وسط طموحات مرتفعة تنظر إلى توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أن يكون الإسكان في مقدمة أولويات التنمية للشعوب الخليجية استكمالاً للاستراتيجيات تضاحى دول المجلس هو أحد الركائز أنه بناء مدن مستدامة مرنة تتوافق مع التخطيط العمراني المستقبلي لهذه المدن بالفعل هم عندهم تقارب دول المجلس التعاون رائدة في هذا المجال اجتماع وزراء الإسكان بدول الخليج استعرض موضوعات مشتركة في المجال الإسكاني من بينها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للعوم 2024-2030 واستراتيجية العمل الإسكاني للسنوات الخمس الماضية وقواعد المعلومات الإسكانية القواعد العامة لاتحاد الملاك اللي اليوم تم اعتماده اللي رفع به لاعتماده إن شاء الله والشيء الثالث هو تعزيز مشاركة الحبد الله اليوم دول المجلس التعاون الخليجي تقدم ضواحي سكانية متكاملة فيها الإنسان والسكن بمزيج وعمل إبداعي مختلف فاليوم نحن فخورين بما تقدم من دعم وبرامج ومساهمات أثرت قطاع الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي فاليوم كيف نقدر ننشر هذه التجارب الناجحة في المحافل الدولية ما يطمح إليه المواطن الخليجي من إسكان في مناطق متكاملة الخدمات حديث لاجتماع وزراء شؤون الإسكان الخليجيين وطريق النمو بسلطنة عمان في القطاع الإسكاني مستمر ولكن بمشهد تخطيطي واضح المعالم بمفتاح مخطط مسقطة الكبرى والمخططات في المحافظات تتقدم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإسكان والتخطيطي العمراني في الوقت الذي تعمل فيه على تطوير المدن لتكون مستدامة كسلطنة عمان التي تعمل على إنشاء مدينة السلطان هيثم من الهيئة الاستشارية للمجلس العلا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فارس بن جمع الوهابي مصقط ترجمة نانسي قنقر